اشتركوا في القناة حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب البحريني معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بينما وقعها من الجانب الروسي سعادة السيد أليكسي أوليوكايف وزير التنمية الاقتصادية ثانيا اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون العسكري حيث وقعها من الجانب البحريني سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع فيما وقعها من الجانب الروسي سعادة السيد سيرغي شايغو وزير الدفاع ثالثا مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنفط والغاز بمملكة البحرين وشركة غاز بروم بالاتحاد الروسي بشأن التعاون في مجال الغاز المساري والتي وقعها من الجانب البحريني معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد الخليفة وزير النفط فيما وقعها من الجانب الروسي سعادة السيد فيكتور زوبكوف رئيس مجلس إدارة الشركة رابعا مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنفط والغاز بمملكة البحرين وشركة روز جيولوجيا بالاتحاد الروسي وذلك بشأن الشراكة في مجال أعمال المسح الجيوفيزيائي لأغراض استكشاف وإنتاج النفط والغاز حيث وقعها من الجانب البحريني معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد الخليفة وزير النفط بينما وقعها من الجانب الروسي سعادة السيد رومان بنوف مدير عام ورئيس مجلس إدارة الشركة وغد أشاد حضرة صاحب الجلالة وفخامة الرئيس الروسي بالتوقيع على هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستسهم في تعزيز وتطوير علاقات البلدين وتنمية مجالات التعاون الثنائي المشترك وبما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة